الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغوب عليهم ولا الضالين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحق بينهم فيما هم فيه يرتبفون إن الله لا يخدي من هو كاذب كفاوت لو أراد الله أن يتخذ ولدا لصفا مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهام خلق السماوات والأرض بالحق يكوّروا الليل على النهار ويكوّروا النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقهم في مضون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلك الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفوا فإن الله غني من عنكم ولا يغضون عباده الكفر وإن تشكروا يغله لكم ولا تفروا زرة وزر أخرى ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان برهم دعا ربهم منيبا إليه ثم إذا روله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليغل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمنه وقانت آلاء الليل ساددا وقائما يحذر الآخرة ويرجر رحمة ربه قل أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأقل الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أولى المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو البصران المبين لهم من شوفهم هلل من النار ومن تحتهم هلل ذلك يخوف الله منه عباده يا عباد فاتقون والذين جتنبوا الطابوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يهلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكهم ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يجعله محطاما إن في ذلك لذكران أولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ظلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مذانية وشعب منه جلود الذي ليخشوا ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يؤبر الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كلم الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عرميا غير ذي وجل لعلهم يتكون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء تشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أولم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم متقون لهم ما يشاء عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأسوأ الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يبدل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات مره أو أرادني برحمة هل هن موسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا ظلم يعملوا على مكانتكم إن عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يغزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتذاف لنفسه ومن ظل فإنما يظل عليها وما أنت عليهم بويل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في ملامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إلا في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعفلون قل لله الشفاعة جميعا لهم ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده وحده مأسة قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستمشرون قل اللهم مفاقر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين غلبوا ما في الأرض جميعا ومثله معهم لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدالهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كاموا به يستهزئون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الشراط المستقيم الشراط الذين أنعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الضالين فإذا مس الإنسان ودعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بني فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغلع عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ولم من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله ينزل الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الرفوع وحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا ينصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بركة وأنتم لا تشعون أن تقول لفسي يا حسرة على ما فورت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءت في آياتي فكذبت بها واستذبعت وذنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوم مسودة أليس في جهنم مخوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا ينسهم سوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليم السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرني أعلم أيها الجاهلون ولقد بوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشرت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مضويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيامه ينظرون وأشرقت الأرض بلور ربها وورع الكتاب وجيء بالنبيين واشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا نهلمون وغفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم الشراط الذين أنعمت عليهم غير المغوم عليهم ولو الضالين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يغذفون إن الله لا يغدي من هو كاذب كفاوت لو أراد الله أن يتخذ ولدا لصفا مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهام خلق السماوات والأرض بالحق يكوّروا الليل على النهار ويكوّروا النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقهم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقهم في مضون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفوا فإن الله غني من عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم ولا تفروا زرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان دعا ربهم منيبا إليه ثم إذا رو له نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليغل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن وقانت آلاء الليل ساددا وطائما يحذر الآخرة ويرهو رحمة ربه قل أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأغلقاه واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أولى المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعمل مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو القصران المبين لهم من فوقهم هدل من النار ومن تحتهم هدل ذلك يخوف الله له عبادة يا عباد فاتبون والذين جتلبوا الطابوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يهلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكهم ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يجعله محطاما إن في ذلك لذكران أولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ظلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مذانية وشعهم منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلر الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كلم الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أكبر لم كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عرميا غير ذيوجي لعلهم يتكون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء تشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أولم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إلجاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم متقون لهم ما يشاء عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأسوأ الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يبدل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات مره أو أرادني برحمة هل هن موسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا هم يعملوا على مكانتكم إن عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يغزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتذاف لنفسه ومن ظل فإلا ما يظل عليها وما أنت عليهم بوهيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في ملامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعفلون قل لله الشفاعة جميعا لهم ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده مش مأزة قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستمشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين غلبوا ما في الأرض جميعا ومثله معهم لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم الشراط الذين أنعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الضالين فإذا مس الإنسانا ودعانا ثم إذا خولناه نعمة لنا قال إنما أوتيته على علم بني فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ولم من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله ينزل الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الرفوحين وأليموا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بركة وأنتم لا تشعون أن تقول لفسي يا حسرة على ما فررت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هدى لي لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءت في آياتي فكذبت بها واستثبت وذنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذروا على الله وجوم مسودة أليس في جهنم مخوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وميل له مقالين السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأموني أعلم أيها الجاهلون ولقد أمحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشرت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مضوياتهم بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام يمضون وأشرقت الأرض بلون ربها ووضعت كتاب وجيء بالنبيين واشهداء مقضي بينهم بالحق وهم لا نهلمون وغفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر